كيف تفسرين هذه العودة للعمليات الإرهابية اليوم في تونس متمثلة بهذا الهجوم الذي حدث قرب السفارة الأمريكية هل كان هذا الحدث مفاجئا بالنسبة لكم خصوصا أن تونس شهدت هدوءا نسبيا في الأشهر القليلة الماضية كيف تفسرين عودة الإرهاب مجددا هو في الحقيقة يعني رغم العمليات الاستباقية والنجاحات الأمنية التي حققتها الأجهزة الأمنية التونسية كان لزاما علينا أن نكون أكثر حذرا في شهر ثلاثة شهر مارس لماذا؟ لأن هذا الشهر ومنذ تقريبا عشر سنوات كل سنة نشهد عملية في هذا الشهر أشهرها عملية مدحف باردو ثانيها عملية بن جردان التي نسميها نحن هنا في تونس بملحمة بن جردان والتي لقنت فيها القوات الأمنية والعسكرية التونسية تنظيم داعش الإرهابي درسا يصعب أن ينساه كان لزاما علينا أن نكون أكثر حذرا لأن الوضع السياسي كان ينبئ بوقوع عملية وكانت العزلة التي تعيشها حركة الإخوان الآن منذ تقريبا الخريف الماضي كانت تنبئ والصراعات أيضا التي تعيشها داخلها كانت تنبئ بوقوع شيء ما فمن المفروض كان من المفروض أن نكون أكثر انتباها في رأيي أفهم من كلامك هنا أن توقيت الهجوم له علاقة بالعمليات التي حصلت بالسابق خصوصا نتذكر أنه قبل يومين كان ذكرى العملية التي استهدفت مدينة بن جردان في العام 2016 هل هناك علاقة وترابط زمني بين هذه العملية التي جرت اليوم والعمليات التي جرت بالسابق العملية سيدتي وقع في نفس الشهر وقلت أنه تقريبا منذ سنوات في شهر مارس تقع عملية إضافة سيدتي إلى ما شهدناه داخل البرلمان منذ اليومين وهي تعتبر سابقة أن يقع تكفير نائبة بالرغم أن الدستور الذي وضعه المجلس التأسيسي والتي كانت حركة النهضة فيها أغلبية كان قد جرم التكفير فما راعنا إلا أن سمعنا أحد النواب عن ائتلاف الكرامة وهو معروف ذوي ميول سلفية جهادية أنه يشرع للتكفير ويقوم بتكفير زميلته إضافة إلى عودة الخيام الدعوية التي ظننا أنها رحلت مع تصنيف تنظيم أنصار شريعة تنظيما إرهابيا فما راعنا إلا أنها تغزو الشوارع اليوم وتغزو الفضاءات العامة ونعود إلى الخطاب المتشدد ونعود إلى الخطاب التكفيري وعندما وقعت أول أمس وقعت التكفير رأينا مساندة بين الظفرين للشخص الذي قام بالنائب الذي قام بتكفير زميلته وكان هناك حشد كبير ضد أي خطاب مخالف يعني هذه نقطة مهمة حتى نشك معنا سيد السيد ترجمة نانسي قنقر